ما كان لدولة مثل العراق أن تتصدر قوائم الفساد بالعالم لولا أن الأمر أصبح منهجا وغاية ووسيلة للحاكمين حتى أضحى الفساد المالي والإداري آفة متجذرة بجميع مفاصل الدولة بحسب اعتراف الحكومة نفسها ما دفع كثيرا من العراقيين للتأكيد أن التخلص من الفساد أمر غير ممكن في ظل العملية السياسية الحالية كثيرة العزمات مجلس مكافحة الفساد أنشع على أنه واجهة لمحاربة الفساد واشتثاثها لكن المجلس نفسه كان عرضة الانتقادات واتهامات بالدفاع عن الفسادين عقب توعد المجلس من وصفهم بمطلقي اتهامات الفساد ضد مسؤولين حكوميين في وسائل الإعلام بإجراءات قانونية ما لم يقدم الأدلة على تلك الاتهامات إلى المجلس خلال أسبوعين العراقيون تساءلوا عن طبيعة عمل المجلس الذي يطلب من المواطنين تقديم أدلة على فساد الساسة والمسؤولين وهو المعزز بالأدلة وشهاداته والوثائق المركونة على رفوفه ورفوف هيئة النزهة فلا يمكن لأحد إنكار ضخامة الفساد الحكومي في العراق بعد تصنيفه ضمن أكثر 13 دولة فسادا ماليا وإداريا في العالم أزمة مجلس مكافحة الفساد تعد استكمالا لأزمة أخرى تعصف بحكومة عبد المهدي فالرجل يخوض صراعا محموما مع البرلمان حول إلغاء مكاتب المفتشين العامين في الوزارات بعد اتهامات كثيرة طالتها كان أبرزها التغطية على ملفات فساد والدخول في صفقات ابتزاز فضلا عن ارتباطها بسلطة التنفيذية البرلمان صعد مع حكومة عبد المهدي حراكا يسعى لاستجواب وزيري الخارجية والاتصالات في خضم تصاعد الانتقادات لأداء حكومة عبد المهدي وتلويح تحالف سائرون ببدء استجواب الوزراء فأكد النائب عنه علاء الربيعي ما يعرفه جميع أن هناك ضعفا في مستوى أداء رئيس الحكومة وهو يقف عجزا وذلك العجز يراه الكثير من العراقيين رضا وتواطئا خصوصا أن الوجوه المتهمة بالفساد تتصدر الحكومة والبرلمان بل وتنادي بمحاربة الفساد ترجمة نانسي قنقر